اطفق بطلع يا زيسا لفضل اللي هو معمول له الريجريشن يا دكتور صحيح كده اللي هو الديماند على الشيكين كنا عملناه قبل كده أنا عايز بس الديمانة مش لازم تفتح الاوتبوت حنعمل اوتبوت جديد دكتور معيسو اغافي القديم عملاتي أنا لما باجي بعمل مودل ويطلع معي على الار سكوير بواحد انا المفروض اتسرف ازاي في الموقع الارسكوير واحد صحيح اه واحد صحيح ايه الداتا اللي اعطيتك واحد صحيح دي اه والله انا طلعت الداتا انا عملت حتى للداتا ما جبتاش من مكان واحد لان انا ما خدتش الداتا من تيبلز من الكتاب انا انا عملت اعملت افتراضات وجبت الداتا من جبت الداتا من انفستنج دوت كوم على وولد بانك وجبت الداتا وجمعتها وعملت الاناليسيز وطلعت معي الارسكوير بواحد واحد صحيح مش بوينت وان لا واحد صحيح واحد صحيح زيرو ارسكوير وادجسطد ارسكوير واحد اه طيب هو معنى كده ان دي عارف انت المسمات كالريليشن كاني جبت بياناتي عني مسلا افترض معادلة واي بتساوي ثلاثة زي الاتنين اكس قمنا افترضنا قيم الاكس واعوضنا وجبنا قيم واي فلما تيجيب الليش ما بين الاكس والواي في هزي الحالة بيطلع الارسكوير بيساوي واحد صحيح فشكلها الداتا بتاعتك محسوبة كده يعني الداتا اللي انت خدتها هي معمولة اصلا محسوبة من كده مش داتا متجمع حقيقية من السوق لا ده هي اللي فيه علاقة بين اكس وواي جبنا العلاقة حتى انت اجرب لو اي رجريشن ماضل انت بتجيب لو انت جربت تعمل الكلام ده تحط خيمة اكس وتطلع واي وتجيب الرجريشن بقى كده بين الاكس وواي بيطلع الارسكوير بيساوي واحد صحيح مفيش مشكلة تكمل شغلك على كده يعني متغيرش الداتا وابدأ شوف بقى المشاكل اللي احنا نتكلم فيها والمور دي كلها ويعمل الانالس التاعك بالكامل وطبق المستدولوجي اللي قلنا عليه عليه في الاكنوماترس فمفيش مشاكل يعني متغيرش لكن هو السبب هو كده ده عيب في الداتا مش عيب ان الداتا دي مش ريل داتا متجمع من السوق او من افراد او لا دي داتا محسوبة من معادلات بس هو ده السبب اللي يخلي الارسكوير يطلع واحد صحيح غير كده عمر ما يطلع واحد صحيح تمام يا دكتور شكرا جدا لعب هدى عنده اي سفسار تاني يمع اه دكتور بعيز نحرضك كان في البروجيكت قلتني امشوا على طريقة الاكنوماترس كامسدولوجي كان فيه اخر ستب كانت انا الصراحة مش عارف عامل فيها ايه يعني في البروجيكتشن كفاءة هو انا بالنسبة ليه البروجيكتشن او الفروكاستنج انت كفاءة بس انها تحسب الواي هات اللي هو بيحسبها لك السوفتوير انه هيبدأ يعود بكل قيم اكس عشان يطلع الواي المنازلة فده البروجيكتشن جوه الديت لكن لو انا عايز استخدم الكلام ده ليه الفيوتشر ممكن انت في الحتة دي طول هتحسبوز قيام معينة للأكسز وتعود تطلع قيمة ليه الواي يعني كفاءة ثلاثة مثلا سيناريوز وخراسة ايدي دي فكرة الفروكاستنج لكل اكس مثلا عندي في الموضل البتاعي عندي من اكس واحد لأكس خمسة لكل اكس هبتدي احط قيم ده يعني؟ اه مثلا ثلاثة اربعة سيناريوز يعني ادي قيمة اكس وان بكازا اثنين بكازا ثلاثة بكازا ادي اكس خمسة بكازا ادي سيناريو عوض وطلع قيمة سيناريو تاني حط different values للأكسز وطلع واي مثلا كفاءة ثلاثة اربعة سيناريوز ادي هو ده الفروكاستنج لكن انت في الواقع هيبع عندك طبعا القيم بتاعت الاكسز اللي انت عايز تعمل في الكازنج الواي طبع فعشان يبقى طبعت الميستوديولوجي بقى انت ايه افلت الخطوات كلها لكن هو already اللي زي ما احنا شفنا بخلي انا السوفطير يحسبلي الواي هات ما الواي هات دي عبارة عن لقيم اكس اللي هي given عندك في الدال فده ده البردكشن عشان تقال فوركاستنج ليه الفيوتشن هتفترض قيم افترضية ثلاثة اربعة سيناريو زي ما انت عايز يعني حط قيم مختلفة ال اكس وان لغاية فايف وعوض وطلع قيمة واي بعدين نفس الكلام قيم تانية قيم تالتة زي ما انت عايز بقى كم سيناريو كده وخلاص عاكد ده ده بس انت كده بيتفاهم ازاي تعمل فوركاست بحيث انا لو عندي في الواقع قيم اقدر اعمل فوركاست لالواي تمام الف شكر دكتور اي استفسار تاني احنا محاضرة النهاردة ان شاء الله هي كل اللي فيها احنا هنتكلم على المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في هنتكلم احنا هم مففوض اربع مشاكل مشكلة النورماليتي بتاعت ودي اتكلمنا عنها قبل كده وشوفنا ازاي اشايك ان الداتا بتاعتي في ساعتها نورمال ولا نورمال شوفنا النورمال وشوفنا الهيستوجرام وشوفنا ازاي تشيك الكلام ده باستخدام شابير والك تاست او باستخدام كل مجارف اسميرنوف تاست فاضل اربع تلت حاجات تانين عشان ما كده افلنا كل المشاكل كل مشكلة بقولك ايه هي طبيعتها ايه ازاي تكتشفها على الاس باس اس ولو هي موجودة ازاي تعالج ده بوضوع النهاردة ان شاء الله فانا فاتح اول مشكلة اللي هي مشكلة المالتي كلنيارتي ايه فكرة المالتي كلنيارتي دي المفروض ان الالاس او الاردينيري ليس سكويرز ميسودز اللي حنستخدمها عشان نحسب بها قيم البرامترز اللي هي البيتا نوت وبيتا وان وبيتا تو وانسوان الطريقة دي اللي هي زي ما قلت اسمها اللي هي الاردينيري لها شوية افتراضات او لها شوية أصومشنز عشان البرامترز داعيتها تبقى اللي هي زي ما قلنا اللي هي البست لينير عشان دي تتصف باستفاد دي فالطريقة فرضت بعض الافتراضات من ضمن الافتراضات دي أن الـ Residuals ستكتبها Normal Distribution ودي شفناها قبل كده إزاي أتشيك النورماليتي بتاعك الـ Residuals من ضمن الافتراضات اللي بتفترضها الـ OLS المفروض الـ Independent Variables اللي هم الـ Axes لازم يبقوا Independent of each others طب لو هم Dependent وفيه Linear Relationship ما بين الـ Axes وبعضها مش الـ Y بقى هنا بين الـ Axes وبعضها يبقى أنا عندي مشكلة اسمها Multi-Collinearity Problem ده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه فلو أنا عندي مشكلة Multi-Collinearity إيه اللي هيحصل ليه الـ 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 اللي أنا هحسبها تمام ولو المشكلة دي موجودة إزاي اتكشفها وإزاي عالجها لو كانت موجودة دايما بنقول أن الافتراضات الخاصة بالـ Classical Linear Regression Model اللي حدرسنا اللي فات ده كان بنسميه الـ Classical Linear Regression Model عشان فيه حاجات اللي هي الـ Binary Logistics والـ Logistics وكلام من ده فهدي اللي هي Not Classical عم نتكلم على Classical Linear Regression Model اللي احنا ترسناه ده دايما نختصره CLRM Classical Linear Regression Model من ضمن الـ Assumptions أنه There is No Multi-Cliniarity Among Regressors Regressors اللي هم الـ Exterminative Variables اللي هم الـ Axes فدي اسمها Regressors أو اسمها Exterminative Variables أو Independent Variables فلو فيه Multi-Cliniarity ما بين الـ Regressors يبقى دي مشكل لأن الـ Assumptions بيقول أن No Multi-Cliniarity Problem ما بين الـ Regressors وبعضها البعض فلو كان الـ 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 ده موجود بقول أن Exterminative Variables are highly collinear لكن في الواقع هو على فكرة كده يعني الواقع أن معظم المتغرات الاستصادية ليمعلاقات ببعضها يعني مثلا لما أجي أشوف الـ Demand Function الـ Demand Function بتتقصر بالPrice بالسلعة والPrice بتاعة السلعة البديلة والPrice بتاعة السلعة المكملة والIncome بتاعة المستهلك الحاجات دي فيه ارتباط بينها وبين بعضها يعني سعر السلعة وسعر السلعة البديلة عادة فيه relationship ما بينهم تمام فالمتغرات الاستصادية في الواقع دايما المشكلة دي موجودة يعني دايما المشكلة دي موجودة في المتغرات الواقعية لأن الـ Access ما بيبقوش independent وبيتش دايما فيه نوع من relationship ما بين المتغرات وبعضها البعض فلو relation دي موجودة يبقى انا عندي مشكلة multi-colinearity لو مش موجودة خلاص ما يفيش مشكلة multi-colinearity ده تعريف multi-colinearity في الشرطة ده هنتكلم عليه كل مشكلة من المشاكل التلاتة هنرقدها هنتعرف ايه هي nature بتاعة المشكلة ويبقى nature of multi-colinearity وهنشوف هل multi-colinearity ده problem ولا لأ يعني لو موجود ايه مشكلته ويه النتاج بترتب عليها في المودلز يعني هل المودل بتاعي هيبقى valid ولا not valid يعني هصف فيه ولا لأ القصص دي كلها و how does one detect multi-colinearity باستخدام طبعا الصوفتوير ولو موجود ايه هي ال remedial measures اللي احنا ممكن نعملها عشان نحل مشكلة multi-colinearity فالتلات مشاكل ان شاء الله اللي هنتكلم عنهم كلهم هنتكلم في النقوية دي نفهم ما هي المشكلة ازاي انا ولو موجودة ازاي نحلها ولو موجودة ما عرفش نحلها ايه المشكلة اللي تبقى في المودل لازم نبقى عارفين الكلام دي طب الفكرة بتاعت الملتكنيارتي ده مصطلح اللي قاله اول واحد يتكلم عنه واحد يسمه راجنر فرش راجنر فرش ده قال ايه هي الملتكنيارتي قال الملتكنيارتي يعني ايه الكلام ده يعني ايفيد انا عندي موضل علاقة بين وي و x1 و x2 بس x1 و x2 فيه بينهم علاقة نفطل مثلا ان x1 بتساوي 10 زي 2 x2 هنا في perfect linear relationship ما بين x1 و x2 لو الكلام ده موجود اما تيه تعمل الموضل الموضل عمره يشتغل اصلا مش هتعرف تحسب البرامتر اللي هما البيتا نوت والبيتا 1 والبيتا 2 يعني انت لو دربت الكلام ده على software عندك variable y وعندك x1 x2 والx1 x2 فيه بينهم relation ان x1 بتساوي 10 زي 2 x2 اما دي تدي الكلام ده الاس باس اس وتقول له اعمل لي اريجاشا موضل هيطلع لك رسالة كده صفر على صفر صفر على صفر دي كمية غير معرفة مسميها indefinite quantity ف indefinite او indeterminant quantity اللي يزير على زير ده سببها ان في perfect multi colline هو ده اللي ما يخليش الموضل يشتغل لكن فيه relation بين ال x1 وال x2 بس مش بالمنظر ده ان مثلا فيه correlation عالي بينهم مثلا 0.9 0.99 الموضل هيشتغل وهتطلع نتائج وكلام ده خل لكن ال precision بتاعته هتقل الدقة بتاعته هتقل شوية اذا هو ده التعريف الملت اللي عرف الرجل ده هو مبين ال بعضها البعض اي اتنين منهم او واحد مرتبط باتنين تانية مثلا x1 بتساوي 10 زائد 2 x2 زائد 3 x3 في هذه الحالة اما تيجي تعمل ران للبعض مش هيشتعل مش هيشتعل هو ده الperfect multicollinearity فلو كان الملت multicollinearity perfect ف regression coefficients الخاصة بالaxes ده البيتا 1 هات والبيتا 2 هات والكلام ده بنقول عليها indeterminate indeterminate يعني لها قيمة غير معرفة اللي هي صفر على صفر infinity على infinity دي بتسميه دايما قيمة غير معرفة وبرضو standard errors بيطلع برضو هيتطلع بيصول infinity قادي دي سبب الperfect multicollinearity فانت لما عندك المشكلة دي موجودة الصفت وير عمره ما هيقدر يعمل run الprecretion مود وهايطلع رسالة error في الاول كده مش هيطلع اي نتائج خلص لكن لو كان multicollinearity ليس زين perfect يعني ليس زين perfect يعني لو في two variables الcorrelation بينهم عالي point nine point nine nine لكن مش one الperfect relationship يعني لو كان الx1 بتساوي مثلا ten plus two x2 في هذه الحالة لما تيجي تحسب الcorrelation ما بين الx1 والx2 لازم يطلع واحد صحيح لازم يطلع exactly one بالظبط خلاص لكن لو كان الrelation مش مش perfect كده فيه ارتباط بين الاثنين يعني كان الcorrelation اقل من الواحد صحيح او minus one طبعا حسب العلاقة positive ولا negative في هذه الحالة هتقدر تحسب الcoefficient عادي والموضل هتشتغل وهتطلع نتائج لكن النتائج دي مش هتبقى accurate يعني النتائج مش هتبقى accurate عشان كده بنقول if multiconiority is less than perfect جدا يعني هنحسب beta one hat والbeta two hat والكلام من ده لكن القيمة بتاعة standard error هتبقى عالية بمقارنة بقيمة البرامتر يعني مثلا يطلع لك beta one هت بتساوي عشرة والstandard error بتاعها بساوي عشرين ده عادي جدا احنا قلنا لو زاد عن النص بيبقى عالي يعني لو قيمة standard error بتاعت اي برامتر اكتر من نص بنعتبر عادي فبالك بقى لو كان قده خمس ست مرات ولا عشرة مرات هو ده اللي حيحصل لو كان فيه multi cloniality عالية بس من perfect اذا المشكلة ان يبقى فيه perfect multi cloniality لكن لزا perfect ده عادي الموديل هتشتغل ويطلع نتائج لكن prestation او الكريس بتاعته هتبقى اقل شوية دي فاكلة عادي الموديل انا مسلا نفترض على سبيل المسال لو انا عندي ده ال y ها ده اللي اخضر دي تمام ودي اه 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 العالي ده معناها ان فيه correlation عالي فالcorrelation العالي ده ده بيترتب عليه فهنا بنقول ان ال x2 are multi collinear يعني فيه بينهم linear relationship مبين المتغيرين طبعا لو كان الدايرة بتاعت x1 منطبقة تماما على الدايرة بتاعت x2 هو ده perfect multi collinearity اللي بيترتب عليه ان الموضل بتاعت ما يشتغلش لكن فيه حتة بره بره الاثنين يعني فيه ده الجزء اللي هو بره من x2 is not xblined by x1 وفيه جزء من x1 is not xblined by x2 لكن لو كان x1 xblined بالكامل by x2 يعني كان x1 زي مولة من سوى عشرة زي 2 x2 في هز الحالة هيبقى فيه عندك perfect multi collinearity وبالتالي الموضل مش هشتغل فكل لما يزيد الـ كلما يزيد كل ما نقرب من مشكلة multi collinearity بالفكرة بتاعة multi collinearity problem بس كده ادي اجزام بلو انا مثلا عندي ادي two variables ادي x2 مثلا وx3 وانا لاحظ ان x3 الى x3 بتساوي 5x2 لو انت ضربت 5x2 5 يعني ادي 10 55 55 75 75 and so on يبين في perfect linear relationship ما بين x2 والx3 فانا جيت عندي بقى variable تاني اللي هو y وعايز اجيب y كfunction في x2 x3 المodel ازا ما قالت مش هشتغل ان عندك perfect multi collinearity ساعة تسميها multi collinearity او ساعة تسميها collinearity الاثنين نفس المعد فانا هنا عندي x3 بتساوي 5x2 وبالتالي there is perfect collinearity between x2 and x3 وبالتالي correlation بين x2 والx3 هيطلع واحد صحيح وبالتالي الماضي لعمره ما يشتغل لكن لو انا عندي بص قادي variable الثاني هو x3 star فالx3 star مرتبط جدا بx3 مرتبط جدا لكن مش perfect الارتباط هنا مش perfect يعني مش هيطلع واحد صحيح فلو انا عملت creation x3 star من x3 القيام 2 0 7 9 2 يطلع لك x3 star 52 عبارة 50 2 75 هي هي طيان ضفت 0 ضفت 7 ضفت 9 ضفت 2 يعني كان variable created من ده لكن مش بنفس الفكرة perfect multi linearity يعني multi linearity ان x3 هنا زي ما قلت بتساوي 5x2 خلاص perfect لكن ما قدرش اقول الكران ده لكن هي created من وبالتالي هنا لما تجي تعمل relationship ما بين y x2 x3 star هي تعمل الموضر لان هنا الالاخر ما هي perfect بالشكل ده لكن ما بين x2 مع x3 الموضر عمره ما هي شكل يعني كان هنا x2 x3 are collinear لكن x3 x3 are not collinear x2 x3 are not collinear هنا بص لما جي حسب الcorrelation ما بين x2 x3 star يعني بين x2 x3 سيطلع 1 بين x2 x3 star سيطلع 0.9959 ده مش perfect هنا مش perfect multi community لكن في الحالة الاولى دي ما بين x2 والx3 ده perfect multi community دي فكرة multi community جمع خلاص يبقى مشكلتنا في perfect perfect الموضر عمره من اشتغل يعني لو انت في اتنين من x بينهم بيس واحد صحيف يبقى انا عندي perfect multi community يبقى الموضر بتاعك هيبقى معرفة قيمة غير محددة او غير معرفة اللي هي الصفر على ايه على صفر لكن لو كان الcorrelation ما بين 2x عالي جدا حتى لو 0.9999 ده مش perfect multi community لكن هيبقى الموضر اه في مشكلة اه في مشكلة لكن الموضر هيشتغل وهيطلع نتائج لكن بتاعته او بتاعته هتقل ادي الفكرة بتاعت الملتي community ان ما فيش اي overlap ما بين x2 والx3 هنا معنى كده ان ما فيش multi community ما بين x2 والx3 اذا x2 والx3 are not clean طيب هنا في الرسمة اللي بعدها في حتة بس صغارة intersection ما بين x2 والx3 يعني هنا كان بسكت الحتة دي دي بس كده قبل الحتة الملونة ده الجزء اللي هو x2 للوال والحتة دي هي x3 للوال الحتة المشتركة دي اللي في النص دي x3 at the same time وهنا في المواضل كنا منقول ايه معدل تغير y بالنسبة الى x1 مع ثبات العام الاخرى هنا بقى ما فيش ثبات العام الاخرى لاني في interaction ما بين الاثنين في هنا جزء من x2 بيتفصل بx3 وجزء x3 بيتفصل كله بقى ما يزيد الحتة بتاعت الانترسيكشن كله ما مشكلة المالت كونياريتي بتزيد يعني بص هنا يعتبر هنا مادرت كونياريتي هنا هاي كونياريتي هنا وهكذا لو انطبق بقى x2 على x3 انطبق على بعض خلاص يبقى في هذا الحال يبقى عندي مالت كونياريتي وهنا الحالة الوحيدة اللي الموضل فيها مايشتغلش طيب دلوقتي لو انا عندي معادلة مثلا من الدرجة التانية او الدرجة التالتة زي مثلا الموضل قدام ناد y بتساوي beta 1 x z b x3 x3 z u هنا لاحظ هي كلها انا عندي هو متغير واحد بس هو x بس مرة x ظهرت x و مرة x square و تكعيب يعني تمام فانا هنا في هذه الحالة اكيد x square في بين x والx تكعيب في بينها بين بين x لكن هنا خلي بالك هل هنا عندي perfect multiklonearity لا لان perfect multiklonearity بيكلم على linear relationship فقط لغير تمام يعني هنا خلي بالك x square هي عبارة عن مربع x دي والx تكعيب دي هي عبارة عن x دي قصة 3 إذن هو علاقة لكن العلاقة دي غير خطية وبالتالي ده مش perfect multiklonearity يعني ده الموضل يشتغل وما فيش مشكلة خالص تمام يعني هنا الاكس مع الاكس تربيع highly correlated والاكس مع الاكس تكيب highly correlated والاكس تربيع مع الاكس تكيب برضو highly correlated يعني correlation منوط عالي خلاص لكن ما ادارش يقول ان فيه عندي perfect multiklonearity ليه؟ لانها مش linear العلاقة هنا مش linear relationship ما بين الاتنين خلاص لكن الموضل ده بيطلع ما فيش مشاكل لكن هو بيقى فيه بس مشكلة واحدة ان هيبع عندي بتاعته بتاعته تمام يعني الموضل هيبقى دايما الstandard error بتاعته هتبقى عالي ده في حالة لو انا بتكلم على حي يسمى تمام يعني دي تحضر من الدرجة التالتة في معادلة من الدرجة التالتة منوط على اعلى بور فيها ثلاثة يبقى دي من الدرجة هنا دي ما فيهش مشكلة والموضل هيشتغد وانطلع انا تاج نفيش مشاكل ليه عشان العلقة بين X والX ثلاثة دي non linear relationship عن فكرة دايما الفونكشن الخاصة بالtotal cost بتاخد الشكل دي يعني هنا تقدر تقول ان Y هي عبارة من total cost production والX هو حجم الـ أو حجم production اللي انت هتنتج عادة الدلة دي بتوقع من الدرجة التالت تطلع من الدرجة التالت بالشكل طب ايه الاسباب اللي بتخلي عندك مشكلة multi coniarty المult coniarty problem قد تكون راجع ليه data collection تمام يعني ممكن تكون مشكلة multi coniarty راجع ليه data collection انت لما جيت تاخد sample خدت sample على range معين من من ال data انا بجمع data فجات لقيت ال data كلها الناس اللي متعلم تعليم متوسط جمعت data طلع كلهم معهم دكتوراه جمعنا data طلع كلهم mail طلع كلهم females فانا في هذا الحالة لما data تبقى random متنوعة وحجمها كبير دي ممكن متحصلش ممكن يكون في عندي colistrain في الموضل او في نفسه تمام يعني ايه colistrain في الموضل يعني مثلا حاطة colistrain انا بطبق الموضل على الناس المتوسط الدخل اللي دخلها بتروح من كذا الى كذا فده colistrain ده هيترتب عليه ان يحصل عندك مشكلة الموضل 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 راجع ليه او المشكلة دي راجع للموضل زي مثلا لما بتضيف اكس سكوير ولا اكس اثالات ولا اكس اثالات للموضل هيترتب عليه برضو اسباب مشكلة الموضل بتاعك هيبقى overdetermined overdetermined يعني معناها ايه معناها لو انا عندي عدد في الموضل اكتر من عدد العشان لك دايما نكبر عدد الايه ال العشان قلنا على الاقل عشرة لكل ايه لكل لكن لو انا عندي موضل فيه عشرة اكس اكس وان لغاية اكس عشر وجمعتين ده بنسميه overdetermined model الoverdetermined model ان عدد الvariables يبقى جريني ترزان number of observation برضو ان السبب المالت كنيوالك بزات في time series data يعني كل ما الvariables افر ده انا عندي time series data والاكس نفسها كلهم لهم نفس الترند يعني الترند بتاعهم متزايد او كل الترند بتاعهم متناقص فلو هترتب على الكلام ده وجود مشكلة multicollinearity يبقى انا عندي time series data ولقيت ان الاحيز كلها لها نفس الترند يعني كلها بتزيد او كلها بتقل هترتب عندك مشكلة multicollinearity problem ده الاسباب يعني دي الاسباب اللي بتؤدي ان يبقى في مشكلة multicollinearity دي بعض الانديكيشنز انت عملت model ولقيت الانديكيشنز دي فدي برطو انديكيشنز تدل على ان في multicollinearity problem لو انا لقيت مثلا incorrect signs of the coefficients يعني ايه الكلام ده يعني انت مثلا افترض انا بجيب علاقة بين y وx وانا عارف ان العلاقة بين y والx دي negative relationship زي demand و price فانا المغفوض متوقع ان البيتا هات بتاعة ال x دي لازم تطلع negative فانت عمال تريجيشنز طلع البصر فده مؤشر ان ممكن يبقى عندك مشكلة multicollinearity problem فلو انت لقيت احد ال coefficients طلع ب sign مختلف عن ما يجب ان يكون تمام يبقى هنا ده sign ان انا عندي multicollinearity problem ليه انك انت علاقة y بx1 لوحدة هي negative لكن لما داخل x1 في وسط ال variables تقلب ببصر اذا بمعنى كده ان متغير تاني بيأثر في ال x1 في قلب الاشارة يبدأ sign ان انا عندي ان تطلع الاشارات بتاع coefficients negative او مش negative يعني عكس ما يجب ان يكون هي مفروض تطلع negative او negative تطلع بصر طب يعني نفد انا عندي موضل في y x1 x2 خلاص وبعدين حسبنا coefficients جبنا beta 1 والbeta 2 تمام وبعد كده ضفت متغير ثالث x3 ولقيت ال coefficient اتغير التغير جازري الرقم اللي كان 5 بقى 1200 والرقم اللي كان 700 بقى 3 من 10 اي تغير جازري كده كبير يحصل في coefficient نتيجة لإضافة مدارات جديدة ده مؤشر ان في multiple problem بقى المتغير الثالث ان انت ضفته ده اكيد مرتبط بواحد من x فخلي ال coefficient تغير التغير جازري بالشكل او ان يحصل ان يكون عندك كان significant ولما ضفت متغير جديد بقى significant ده برضو مؤشر ان في multiple problem مع مع علاقة بين فوجود العلاقة دي بيدربك الدنيا في الماضل كل دي signs تقول ان في عندك سيفير multi community problem لو كان standard division of the model او standard division of the regression لو كان بيزيد كل ما بضيف variable في الماضل كل ما معناها ان ده مؤشر لوجود multi community problem انت عند ماضل في تلقات variable لقيت standard error of the estimate مثلا 200 ضفنا متغير 4 بقى 5000 فلما يحصل تغيرات كبيرة كده في standard error of the estimate نتيجة لإضافة متغيرات جديدة ده signs ان في severe multi community problem طب ايه هيحصل لو انا عملت estimation للموضل وكان في multi community problem مش perfect طبعا perfect الموضل ما مشغلش التفاهم الموضل ما بيشتهتش اه ايدي يقولك the estimation in the presence of perfect multi in the case of perfect multi community problem هتبقى خلاص وال standard division بتاعهم هيبقى ايه infinite يعني يطلع بيساو infinity وال coefficient نفسها هتطلع صفر على صفر ده بالنسبة لو كان الموضل perfect اذا انتقدر تقول لو كان perfect يبقى الموضل برامتر cannot be estimated على طول هتلاقي الاسبق اساس يطلع لك رسالة and model cannot be estimated بس ده الاود بوط اللي يطلع هو مش هتطلع لك اي نتائج ثالث تمام نهاي بس هيقول لك ان الموضل بتاعك ما له ما cannot be estimated ده في حالة perfect طب لو اقلم من perfect بقى احا لو كان imperfect imperfect طب ايه لا يحصل هل في هذه الحالة البرامتر تتحسب اه البرامتر تتحسب تمام لكن الprecision او accuracy بتاعتك هتقل لان standard error بتاعك هيزيد احنا اتفقنا كلها من standard error of the estimate بيزيد او standard error بتاع coefficients بيزيد كل ده بيدل على ان accuracy بتاعت الموضل بتقل فانا في هذه الحالة بس كل اللي هيحصل الموضل هيتعمله estimation وحتطلع نتائج لكن النتائج دي هتوب not accurate خلاص الaccuracy بتاعتها اقل تمام لكن هيتطلع نتائج طب البعد شايف ان المالت كنيارتي دي بقولك يعني هيصة وهاجان وكلام من ده على مغيش يعني تعمل مولد من بلا حمز بقول كده يعني الموضوع مش مستاهل كل الكلام الكتير عن المالت كنيارتي طب ايه المالت كنيارتي لو الموضل فيه مالت كنيارتي طبعا مش بيرفكت زي ما اتفعل اللي هو اليم بيرفكت او موجود فيه هاي كورليشن مثلا بين ال طبعا بوينت ناين سبن طبعا لكن مش طب هل هل هنحسابه دي دي هل هتبقى مازال بلو بلو يعني هتبقى فعلا كده يعني عمرها ما تبقى ولا عمرها هتبقى وبلتالي اللي هي المشكلة بقى المعمولة على المالت كنيارتي دي تعال نشوف اذا المالت كنيارتي ده ده مش عضية على فكرة يعني الموضل اللي فيه مالت كنيارتي ده ما أضرت شور عنه موضل بايز وماستخدموش تأمن إلا خالص عادي خالص ما فيهاش أي مشكلة خلاص يبقى ده من ناحية يعني مش 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 تمام ليه لان ما زالت ما زالت ما زالت هي بلو يعني حتى في وجود ده من ناحية النظرية طب من ناحية العملية فضل يعني هل طب فيك ريتيريا أقف عندها مثلا انها مثلا انطلع معايا فيه في الموضل اللي حضرتك في البروزيكت اللي حضرتك ده لنا فالإيرور مثلا انطلع حاجة وتامنين هل ده كده أكسيبتبل أولا فيك ريتيريا معينة نحسيبتبل 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 إذا احنا قلنا من الناحية النظرية ما تيش مشكلة يعني theoretically المالت كونيواتي is not a problem زي بقولك ماتش ماتش أدو about nothing يعني هي 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 صوت كلام من ده على ما فيش خلاص طيب ده من ناحية الثيوري اللي بيحصل في الماضي أول حاجة هايبقى لها large variance الvariance بتاع البرامترز هيبقى عادي هايبقى أول حاجة الحاجة التانية ان الـ بتاعت بتاعتك يعني بتا 1 هات كان لها الـ هتبقى أوسع شوية مش قضي بسبب النتيجة رقم واحد تمام لو أنا عندي هتلاقي النتيجة لوجود المالتكونياريتي ممكن يطلع لك مريبا اثنين insignificant هم في الواقع significant لكن النتيجة لوجود المالتكونياريتي طالعوا insignificant فادي مشكل برضو ان مقرب عالي قوي خلاص يعني انت اللي طالع له المالتكونياريتي 1 ممكن الـ الر سكوير 1 ممكن يكون بسبب انه عنده مشكلة المالتكونياريتي عالي تمام هيباني الكلام يعني ممكن يكون الحقيقي يا دكتور انا فعلا كان عندي الـ confidence interval انا عندي الجميع الـ standard error والconfidence interval كان كبير عالي شوية طيب قال يكون ده بسبب مشكلة المالتكونياريتي اللي موجودة في الماضل يعني برضو اقول لك if one or more independent variable is significant coefficient can be very high يعني ممكن تلاقي بسبب مشكلة المالتكونياريتي عندك اكتر من variable insignificant لكن بالرغم من كده الـ الر سكوير عالي جدا هو مفروض كل معدد الـ يزيد الر سكوير يقل يعني علاقة ماشية كده كلما عدد significant variable يزيد كلما الر سكوير يزيد لكن لما عدد significant variable يقل الر سكوير المفروض يقل لو انت رأيت العاقة ماشية بالعكس كده يبقى انت ده مؤشر ان انا عندي مالتكونياريتي برابل برضو من ضمن الـ الخاصة بالمالتكونياريتي ان القيم بتاعة ونهيات والبيتا والكلام ده كله هتلاقي الـ لأي تغيرات تخصل في الـ يعني لو حصل اي تغير في الـ يترطب الـ الـ تختلف يعني احنا لو كلنا خدنا نفس الـ بنعمل نفس الموضل وكلنا واخدين من نفس بس كل واحد خد داتا مختلفة هتلاقي الـ عالي كل واحد هتلاقي الـ معناه ان كل واحد هتطلع له برامترز مختلفة عن التاني اختلاف جزري اختلاف كبير جدا ده بسبب وجود المالت اذا من ناحية النظرية ما فيش مشكلة لكن من ناحية العمالية هتلاقي شوية مشاكل ان الـ بتاعت الاسم التوبة عالية هتلاقي كتير من عالي قوي و اللي هو ماشي على عكس اللي أو ما يجب ان يكون طب ازاي بقى نكتشف هو انا عندي مشكلة ملت كونيوريتي بروبلم ولا لأ عشان نكتشف ان احنا عندنا ملت كونيوريتي بروبلم ولا لأ اول حاجة ان انا لو عندي الر سكوير عالي اوي ازا ما طالع كده واحد صحيح لكن انا مثلا الموضل بتاعي فيه خمسة بروبلم طالع و لقيت من الخمسة دول اتنين بس و ثلاثة لا ده مؤشر ان عندك ملت كونيوريتي بروبلم هدي اول حاجة الحاجة التانية لو جينا حسبنا ال مبين ال وبعضها البعض لو لقيت قيمة من ال اعلى من ال يبقى انا عندي الموضل اصلا مش هشتغل الموضل اشتغل وطلع نتائج طب فيه ملت كونيوريتي او لا فيش هترو تعمل مبين ال وبعضها البعض خلاص لو في قيمة اعلى من ال ده مؤشر ان في ملت كونيوريتي بروبلم تمام كل ده هيحسبه ال في حاجة برضو بيحسب ال اس بيس اس اسمه كونديشن اندكس بنربوز ده c فانا اقوليك ازاي بنحسب الكلام ده كله على اس بيس دلات فال كونديشن اندكس ده لو كانت القيمة بتاعته اقل من 10 يبانا ما عنديش مالت كونيوريتي بروبلم خلاص وكان بي نجلكت يعني قيمة ال كونديشن اندكس اعلى من 10 خلاص ابي ما عنديش مالت كونيوريتي بروبلم طب القيمة اكتر من 30 يبا عندك سفير مالت كونيوريتي بروبلم انما فوت حلان ايبقى لو قيمة اقل من 10 ما عندي او عندي لو مالت كونيوريتي بروبلم لو من 10 ل 30 موجودة بس اعلى من الحال الاول كان ب باردو ايه نجل اكتبت كانها مش موجودة لكن اكتر من 30 لو قيمة الكوندشن انديكس عادة في 30 يبقى انت عندك سيفير مالتي كونيورتي بروبلم لازم احلها طيب حاجة تانية بيحسبها لي الاسباس اسمها باريانس انفليشن فاكتور باختصارها في اي اف ال في اي اف او الاريانس انفليشن فاكتور لو كانت قيمته اكتر من 10 يبقى ده معناه ان عندك مالتي كونيورتي بروبلم راس اكتر من 10 البعض اقسمها لك اتنين اقل من 5 يبقى مفيش من 5 لعشر من مودرة اكتر من 10 يبقى عندك سيفير لأ هو اعتباره على طول كده ان ال في اي اف اكتر من 10 يبقى عندنا مشكلة مالتي كونيورتي بروبلم اقل ما عندناش يهمنا كده طيب في حاجة تانية اسمها التوليرانس ده المقلوب بتاع ال في اي اف يعني ده المقلوب بتاعته يعني التوليرانس بيساوي واحد على ال في اي اف خلاص برضو لايس بيس بيحسيبه يحولي لك دوقتي احنا بنعمل خلاص اوبشنز كده بخش عليها تعلم يحسيب لي ده حسيب لي ده حسيب لي ده يحسيب لك كل ده وانت بتعمل الموضل يعني كل ده هو الهول اخي اطبولك على المثال اللي احنا فضحناه بتاع ال اوال فانشرو كده الطوليرانس هو المقلوب بتاعته بتاع الفاريانس خلاص فالطوليرانس بقى طالما ده المقلوب احنا قلنا ده لو اكتر من 10 يبقى عندك سفير موسيقى طب ده اكتر من 10 بداي ايه يبقى اهل من ال ايه من ال costs خلاص فلو كانت قيمة الطوليرانس اهل من ال point one يبقى عندك ايه يبقى عندك موسيقى اكتر من ال point one يبقى ما عنديكش. فالتولرانس هو المقلوب بتاع البيعي فدائما بيطلع لك رقم يعني ايه من صفر الى واحد. فكلما يقرب من الصفر كلما تزيد المالتوكوليارتي برابل. كلما يقرب من الواحد كلما تقل المالتوكوليارتي برابل. وبالتالي قال لك البوينت وان خلاص هو ده الفايصل. تمام? جاي منين البوينت وان مقلوب ما دي عشرة? مقلوب العشرة بوينت وان. فلو كانت القيمة اهل من ال بوينت وان يبقى ايه? يبقى انا عندي مالتوكوليارتي برابل. اكثر من ال بوينت وان ما عنديش مالتوكوليارتي برابل. تفهمنا القصة دي? طريق حساب الـ various inflation factor. هو بيعمل ايه? بيروح يحسب لكل يعني الـ various inflation factor ده مش هيبه رقم واحد. بيطلع لك جدر. كل اكس لها الفي اي اف بتاعتها. فلو كان كل الاكسات الفي اي اف بتاعتها اهل من العشرة ما عندناش مشكلة. لو واحدة زادت عن عشرة يبقى هي دي السبب في وجود المالتوكوليارتي برابل. يبقى انا عندي مشكلة مالتوكوليارتي برابل. سببها هي الاكس دي. هو بيحسبه ازاي الفي اي اف ده. بيروح يعمل ايه? بيروح يجيب الـ regression ما بين الـ x1 مع بيت الاكسات ويحسب الـ r square. وبعدين يجيب الـ x2 مع بيت الاكسات ويحسب الـ r square. بعدين يطبق المعادلة دي. اهي. الفي اي اخي بيساة واحد على واحد نقص الـ r square j. ايه الـ r square j دي? معناها الـ r square المحسوب لو انا خدت الـ xj كفانكشن في بقيت الاكسات. يعني خدت الـ xj كفانكشن في بقيت الايه? في بقيت الاكسات. دي تحسب كده. دي المعادلة. ازاي ما قلت هو يحسبه اوتوماتيك مجرد بس اتعلم له عليه. هيروح يحسبه له. لكن هي دي طريقة الحساب. ممكن برضو ان انا اكتشف ان فيه من خلال الـ scatter plot. هروح هرسم x1 مع x2. واشوف النقط. لو النقط وغده شكل linear relationship. يبقى انا في هذه الحالة عندي multi-colinearity problem. لو النقط واقع على خط مستقيم يبقى عندك perfect multi-colinearity problem. يبقى انا هرسم الـ scatter plot أو scatter diagram ما بين الـ x's وبعضها البعض. ما بين الـ x's وبعضها البعض. لو لقيت النقط وغده شكل linear relationship. كلما النقط طبع على straight line واحد. كلما بتقرب من perfect multi-colinearity. الطريقة الاخيرة اللي ممكن نكتشف بيها multi-colinearity. هي اسمها auxiliary regression. ده نروح نعمل ايه. زي طريقة حساب الـ vif. بروح ناخد x1 كfunction في باية الـ x's. واروح احسب الـ r square. وبعدين اخد الـ x2 كfunction في باية الـ x's بما فيهم الـ x1 واحسب الـ r square. في الاخر باقفرد انا عندي مثلا 10 x's. يبقى في الاخر هتعمل لي جدول بعشرة r square. لو انا خدت x1 function في الباية الـ r square بكزا. لو خدت x2 function في الباية الـ r square بكزا. وانت ماشى كده. بعندي جدول للـ r square اللي طالعا. باخد الـ r square دي اقارنها بالـ r square الاصلية بتاعة المودل. اللي هو y function في الـ x's كلها. خلاص? وبطبق القاعدة بتاعة واحد اسمه كيلين. تمام? فعمل كيلينز رول الثمب. كلمة رول الثمب دايما هي القاعدة المبنية على التجربة. يعني من التجربة الراجل ده طلع القاعدة دي. من التجربة الراجل طلع القاعدة دي. بيقول ليه? بيقول لو انا لقيت واحدة من الـ r square بتعطي الـ axillary regression. اكبر من الـ over all r square بتاعة المودل ككل اللي هو y function في الـ x's. يبقى ده مؤشر ان انا عندي multi-colinearity problem. كيف يمكنك كده? يبقى انا عندي multi-colinearity problem. لو انا لقيت واحدة من الـ r square بتاعة الـ axillary regressions. اكبر من الـ over all r square. الـ over all r square. نقص بها الـ r square المحسوبة. من y كfunction في بقية الـ a. الـ x's. دي كل دي طرق تؤدي الى روم. يعني كل ده. اللي بيعمله الـ x's. بيحسب لك يعني الـ correlation. الـ x's هي اعمل ايه? هي اعمل للcorrelation. خلاص? هي اعمل للcondition index. كل ده انا بعمل ريجيشن هندي اختار. وهي الـ various inflation factor والتولرانس. بتهيلي دول كفاية. ان كل الطرق بتؤدي الى رومة زي ما قولت. خلاص? يعني الـ x's automatic. هختار كده. هقول لي جيب لي الcorrelation بين الـ variables. يحسب لي condition index. يحسب لي الـ various inflation factor. يحسب لي الـ tolerance. هيحسب لي. وانت هتشوفها بعينك. ان قيمة الـ r square عالية وعدد قليل من الـ variables significant. الـ scatter plot ممكن تروح على الـ chart builder وتعمل الـ scatter diagram. الـ acceleration regulation لازم انت بقى تعملها واحدة بواحدة. تروح تعمل تطبق مثلا انا عندي خمسة x's. في الموضل يبقى انت هتعمل الموضل 6. الاولاني y مع الـ x's هذا اول موضل. ده هيديك الـ overall r square. خلاص? وباقي كده تمسك كل x. هتبقى هي الـ dependent وباقيات الـ x's هيبقى independent. وتطلع الـ r square المناظر. وتعمل ليهم جدوء كده. تمام? الـ overall r square. في حالة الـ x1. الـ r square متاح كذا. تسميه بقى r square 1 بين r square 2. ده لو خدت الـ y هي x2. وباقي r square 3. ده لو انا الـ x3 بعت هي dependent variable لتاعي. وهكذا. لو لقينا واحدة من الـ r square دي. اكبر من الـ overall r square. يبقى عندي multi-cognitive problem. فده لازم انت بتعملها واحدة بواحدة. الـ x's ما يمالهاش automatic. كل دي طرق بتؤدي الـ الكلام ده. انت كان بروحشك تحاول تعمل كل ده انداء البروحشد ده تعليمي. احنا بنعلم. مش بحاجة تكتب حافظ. انت بتشوف المالتكوليارتي تفتح الصفحة بتاعت المالتكوليارتي. وتشوف ازاي تكتشف الطرق والقاعدة مكتوبة قدامي. فمفيش قالة ان الحاجات كتيرة. لا انت هتطبقها واحدة واحدة على الـ data اللي قدامك. بتكت الزرار يعني. طيب. دكتور يعني هو الطريق اللي انا اعمل التست ده. ولا لما لاقي الظواهر ان في مالتكوليارتي اعمل التست بتاع مالتكوليارتي. لا انت وانت بتعمل run regression model بالمرة بتعمل كل حاجة. بالمرة بتعلم على الـ والتولرانس والكورليشن والكونداشن بالمرة والحاجات بتاعت النورمالية اللي شوفناها قبل كده اللي هو النورمال بروبيلت بلوت والهيستيو جرام والهيس هناخده بتاع الاوتو كورليشن والهيتروس. كل ده options موجودة في الـ فتعملها وانت بتعمل model بالمرة. مرة واحدة. يعني مرة واحدة بتاكد الزرار تطلع كل حاجة. بس. وتبدأ تبص بقى على ايه? على المشاكل. يعني انت على طول وانت بتعمل model بتعمل محس تعرف فيه ولا مفيش. طب لقينا. على الطب بقى الاعلاج. بص الاعلاج. عندنا طريقة ايه الاعلاج? اول طريقة ودي اسهل حاجة الناس بتقولها. بقولك دو ناصل ما تعملش حاجة. يعني ايه? وقت كان آآ ويدو ايه في مالتكولونيواتي السيريس. يعني لو انا عندي بقى مشكلة مالتكولونيواتي طبعا مش بيرفكت. اتفانة بيرفكت الموضوع مش هشتغل. اللي هي اين بيرفكت او ليه زانة بيرفكت. بس يا علي. قال ليه? الحل الاولاني دو ناصل. بتعملش حاجة. تشير بس انك انت عندك مالتكولونيواتي بروبلم وانت هيتكتفي ان هي موجودة وخلاص. خلاص على كده الحل. وده حل طبعا ايه? كل الطلبة بتعمل. انا ما اماملش حاجة. ماشي جماعة? فهدي دو ناصل. طب الحل التاني ايه? الحل التاني قال لك follow some rule of thumb. بعض rule of thumb اللي جاء من التجارب بتاعت ايه? الناس السابق. ايه هي rule of thumb? بس جدا. طب الناس اللي بيتنادي اه 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 دو ناصل دي. هو اه واحد اسمه بلانشارد او بلانكارد خلاص. هو ايه? اللي بينادي بيه المابده ده. فبقول ايه? بول وان ستودينس ران زر فرست او ال استرغيشن. زر فرست problem that they usually encounter is that of مالتيقونيارتي. ليه? لان اتفقنا ان معظم الايكوناميك فاريبلز ليهم ارتباط ببعضهم. اللي اجسات نفسها الزوار بتاعتها في ارتباط. في مالتيقونيارتي. يعني ده اللي ايه? ده اللي مالتيقونيارتي. لا مفيش حاجة غلط. يعني هو انا بيعتقد ان في حاجة غلط. فبروح يدور على تكنيك تاني اصعب ولا داتها تانية ولا موضل تاني ولا القصص دي. لكن هو بيقول ان الكلام ده مش مزبوط. يعني انت لقيت الموضل بتاعك. الموضل بتاعك مفووش لا والنورماليتي مزبوطة والاوتو كورليشة مزبوطة بس بيعاني من مشكلة المالتيقونيارتي. فالراجل ده بقول لك ايه باش? مالتيقونيارتي هي ارادة ربانا. خلاص. معناش هدخل فيه. يعني الراجل ده شايف ان المالتيقونيارتي هي ارادة ربانا. لكن مش بروبلم في الاولاس ولا الاستاتيستيكا التكنيكس. وبالتالي الحاجة اللي بردت ربنا ملاحش ده خدر والقادر مالكش ده خليفين. ادي رائيه. خلاص? ادي رائيه بتاع الراجل ده. هو ده اللي بيقول بسبب المشكلة دي. المشاكل التانية اخطر. يعني ده اخطر من المشكلة بتاعت المالتيقونيارتي. دي مشكلة موجودة لطبيعة الفاريبل. وانت ملكش داخل بالفاريبل. خلاص? لان مالتيقونيارتي ده جاي من اللي من الدات. يعني ليه علاقة بالدات. ملكش داع بالدات. الداتة هي اللي موجودة. زي اللي طلع من شوية الار سكوير. دي سواحد صحيح. هو ايه زنبو? هي الداتة اللي هي كده. فبقول مالتيقونيارتي. يعني هو عايف في الداتة. فاللي طلع له الار سكوير وان. تمام? وخلاص. وهو ما فيش يكتب الكلمتين الحلوين دول. اهو. ما ارجع اهو بيقول الكلام ده. فهو الهدف من البروجيكت الجماعة. انا مش عايز اكتطلع لي موضل في الدنيا. لا. انا الهدف من البروجيكت تطبق التكنيك وتبقى فاهم كل الكلام ده. عندك مشكلة اهو. عندك الحلول عندك ابدأ طبق الحلول. يفرد ما في لاغمة حلقة. مش هنسقطك يعني. لا. بس باين انك فاهم وباين انك طبقت وباين انك خليت وباين يعمل الكلام. وانت قاعد كده مرتاح. والداتة والكل المعلومات موجودة عندك الباربوينت. وانت بتشوف مشكلة. راجع الباربوينت. مش محتاج تروح تزاجر الكلام ده عشر تارف مرة. خالص. تمام? وانت بتبصها المالت كونيارتي. خلاص. ادي الحاجات اهي. اه في الاخر فيه طبعا حلها ازاي? عندك الحلين هم اللي قلنا عليه. وكل حل قادي دول مراجع بتاعته زي مراجع. كده كده الكونسب بتاع الرائل ده ايه? ان المالت كونيارتي is god's will. دي ارادة رباني. دي هي مشكلة المالت كنتي. راجع لدات. وانت ملاكش زهن بخدات. طب دكتور يعني ده ده في الوضع ان انا اشغال في مادة ايكونامتريكس وكده. لكن في البروشيكت بتاعي بقى لما باجي اعمل حاجة بقى بجد بقى. انا اللي مجمع عنده توفرام ده. انا اللي رجع. اه يعني ده لو في الريسيرش بتاعي. اه. ايه طبع. اعمل عايز. عندك الحلين اه طبع. ده مش البروشيكت بس. اللي انا بقول يا جماعة ده مش البروشيكت بالرسالة والابحاث والدنيا كلها. تمام? تمام. فدي ايه ده رأي الراجل ده. اه. يعني اللي هيمشي على القانس بتاع دو ناتسنج لازم يكتب الكلمتين بتوع الراجل ده. والكلمتين دوله الفكرة مقنعين وانا مقتنع بيهم جدا ان فعلا ان المشكلة المالت كونياتي هي داتا ديفيشنسي. هو عيب في الداتا. مش عيب في الاستاتيستيكس ولا في الولاس ولا افكينت. لا. ده عيب في الداتا. والداتا دي هي ارادة ربنا جدا. ما هنعمل فيها ايه. خلاص جماعة. ادي ليه الدون اصلا. طب. الرول الثامب. من التجربة؟ من التجربة؟ حسب الوضع اللي قدامك. يعني مثلا ايه. ده مثلا ادي اول رول الثامب. بقول لك لو انا عندي بريوري انفورميشن. عندي معلومات مسبقة. ان فيها علاقة انا اعرفها بين ال x1 و x2. زي مثلا ادي بقول لك الموضل ده. وي بتساوي بيتا نوت زي بيتا 1 x1 زي بيتا 2 x2. خلاص. ال x1. ال y هي الكونسابش. ال y هي الانفاق. وال x1 هو الانكم. وال x2 هي الويلث. الصروع بتاعة الشخص. اكيد كلنا عارفين ان في علاقة بين الانكم والويلث. تمام. فانا في هذا. لو انا عارف مسبقا بقى ان العلاقة ما بين ال x1 x2 اللي هي الانكم الويلث. ان البيتا 2 دي هي عبارة عن 10% من البيتا 1. البيتا 2. انا اعرف ان هي 10% من البيتا 1. خلاص. يبقى انا هروح عامل ايه? هشيل البيتا 2. وحط ما كانت 10% من البيتا 1. يبقى انا لغيت البيتا 2 من الماضي. وبشوية ماسماتيكس بسيطة. في الاخر ادي او. لو انا جيت عوضت في المعادلة دي. ايه دي بقى واي بتساوي بيتا 1 زائد بيتا 1. زائد بدل البيتا 2. حطيت بوينت 1 بيتا 1. اكس 2. خلاص. كده بقى عندك البيتا 1 موجودة هنا وهنا اخدها مشترك. اهي. هيتفضل اكس 1 بلاس بوينت 1 اكس 2. هروح اعمل ترانسفورميشن في الماضل. اروح اعمل ترانسفورميشن. ايه الماضل. واسمي اكس 3. اكس 3 ده بتساوي اكس 1 بلاس بوينت 1 اكس 2. اصبح الماضل بدل ما كان فيه متغيرين اكس 1 اكس 2. بقى فيه متغير جديد هو اكس 3. وبقى ما فيه شغل بيتا 1 بس. طيب مجرد هنعمل ريجريشن للماضل ده. جبنا البيتا 1. اقدر من البيتا 1. اطلع قيمة البيتاتو. وارجع الماضل لاصله مرة تانى. بس ادي الفكتور. بس ده ايه? لازم ابعارف المعلومة دي مسبقا. لازم ابعارف ان العلاقة بين اكس 1 اكس 2 هي كده. ولو انا عارف العلاقة بين اكس 1 اكس 2 شكلها ايه? اقدر ادخلها فيه الماضل والغي واحد من المتغيرين من الماضل. وارجع بعد ما اعمل الريجريشن. وطلع نتائج. ارجع رجع الماضل لاصله مرة تانى. هذه دي الفكرة بتاعت البرايري انفورميشن. طيب. بعض الناس قالك من التجربة. قالك دروبينج افاريبل. يعني ايه دروبينج افاريبل? انت لقيت ان فيه مبين اكس 1 اكس 2. كورليشن علي او. فواحد منهم شيله. طب تشيل مين فيهم? يعني عندي الجوية دي. جينا اه عملنا الماضل. لقيت الماضل فيه مالتي كونيارتي. والمالتي كونيارتي راجعة. ان العلاقة مبين ال اكس 1 وال اكس 2. الكورليشن علي او طلع بوينت ناين سيبن. فالمبدأ ده بيقولك دروب واحد منه. طب تدروب مين? تشوف علاقة ال اكس 1 بال واي. وتلغي اللي علاقته اقل. يعني افرد الكورليشن ما بين ال واي وال اكس 1.8. والكورليشن ما بين ال واي وال اكس 2.9. يبقى تلغي ال اكس 1. اللي هي الكورليشن point 8. اللي هو الكورليشن الاقل مع ال واي. هو ده اللي اقتغيه. بس خلي بالك. لما بتعمل دروب لواحد من الفاريبلز بيترتب عليها ما يسمى اسكوريشن الايرو. الاiriesو Matteo لديشن الايرو ده بيترتب علي مشكلة الهيتروسديستي. فلو ما حصلش المشكلة بتاعت ہے الايرикуستيستي so petite بل حل ده صح. لكن لو حصلت مشكلة الهيتروسديستي ستي اخطر من المالت كونيارتي. يعني لو ماضل فيه مشكلتين. مشكلة المالت كونيارتي اللي انا بتكلم عنها اللقتي. مشكلة الهيتروسديستي اللي هيكلم عنها فالشابطر اللي جاي. مين اللي الاكسر خطورة الهيتروسديستي يتخلص منها الاول يتخلص منها الاول خلاص الاول لو سيبناها في الاخر في الموضل مش مهم برضو يفرد الموضل في مين الاخطر الهيتروسجيز ثم ثم يعني اقل خطور اقل خطورة في المشاكل كلها. يعني لو عرفت تحل كل المشاكل من الموضل مع دي وعندك المبدأ اللي هو وعندك المبرر بتاعه يبقى دي طريقة تانية ان انا ادرب واحد من اللي هما الطريقة التالتة اللي هو باستخدم يعني بدل ما استخدم بتاعة الاكسز لا استخدم احد ان انا استخدم يعني ايه يعني اجيب الفارئ بين كل قيمة والقيمة اللي وراها انا عندي قيم خلاص الفارئس ديفرنس يبقى الفارئ بين القيمة الاولى والتانية التانية والتالتة التالتة والربعة ده اسمه فارئس ديفرنس الساكن ديفرنس يبقى الفارئ بين القيمة الاولى والتالتة انتفاوية التانية يعني والتانية والربعة والتالتة والخمسة يعني كل قيمة والقيمة اللي بعد اللي بعدها ده اسمه ساكن ديفرنس فيه سير ديفرنس مانت ماشي بقى كده لما بتعمل كده تحول variables إلى differences ساعد بلغي مشكلة multi-conjuns وديه伊زا ما قلت بالتكربه فموった Furthermore يعني نفعت يا shoe يعني نفعت وماً ينفعت في طريقة تانية برضو نلغي بها على multi-conjuns أن أستخدم الرشيو القطوة أماساً فأذهب على X1 عشان نالغي يلبط من الماضي بس هناك dropfare جدا تشير لكن هنا بشير x100 هنقسم عليه. افرد X1 و X2 هو اللي فيه بينهم relation عالية. يجي اسمين على X1 نقسم كل الموضل بتاعه على X1 على قائم X1. يطلع لي قيم جديدة. القيم الجديدة دي هي اللي هجيب بينها علاقة وبعضها البعض. فيهمنا كده ايبا? ادي كل دي جاء من التجارب بتاعة الناس والخبرة الجديدة. وعند من ضمن التجارب بقول لك زود داتك. زود حجم السامبل شوية. انت جمعت بيانات عن خمسين خليهم سبعين. زيادة حجم السامبل بيحل مشكلة وبرضه كل ده مش مضمون. ده بالتجارب تمشي مع داتا وما تمشيش مع داتا تاني. تمشي مع داتا وما تمشيش مع داتا تاني. فيبنا كده يا جماعة? يبقى انا ممكن ايه? اضيف نيو داتا. هتزود حجم السامبل بتاعتي شوية. ساعات بيحل مشكلة المالتكونيوارتي. برضو من ضمن الرول الثامب اللي هي نتجة ايه التجربة? reducing المالتكونيوارتي in polynomial regression. يعني ايه الكلام ده? لو انا عندي معادلة من الدرجة التالتة فممكن اكتفي بالدرجة التانية. معادلة من الدرجة الخامس اكتفي بالتالتة او بالربعة. يعني قل العدد ايه? الـ powers الموجودة في المالت. ده برضو بيحل مشكلة المالتكونيوارتي. من الكلام ده? بادي تورو الحل? تمام? طيب. في الاخر بقى هل المالتكونيوارتي نسيسيرلي باد? طبعا لا. عارفين لو كان الغرض من الموضل ان انا اعمل forecasting أو prediction. المالتكونيوارتي دي حاجة حميدة. حاجة حلم. ارفع لك الـ R² قوي. والـ R² هو اللي بينعكس على الـ على الـ forecast. لكن لو كان الغرض من الموضل مش forecasting ان انا اعمل تفسير لعلاقة بين المتغرات وبعضها. فوجود المالتكونيوارتي دي مشكلة. مش كويس? يعني حاجة عيب. تمام? لكن لو كان الغرض ان انا اعمل prediction أو forecasting. المالتكونيوارتي is not a serious problem. لكن لو كان الغرض ان انا ما عملش forecasting وان انا اعمل estimation لبرامتر عشان يبقى عندي موضل استخدمه في تفسير العلاقات بين المتغرات وبعضها البعض. فالمالتكونيوارتي هتبقى problem نحاول ان احنا نحلها. اه دي الفكرة بتاعة الايه? المالتكونيوارتي. حد عنده اي استفسار? يبقى اللي انت تركز عليه في الشابتر ده كله ايه? حكتين. ازاي نكتشف المشكلة? تمام? وازاي نحلها. لاز. طب تعالي هنشوف هنكتشف المشكلة ازاي? ازاي في الاس باس اس? هنحسب الحاجات دي كلها. فارجع بقى كده ايه? اشغل السوفتوير. انا بطولكم اشغالو. الفايل بتاع الاعلاقة مبين. اه دي ها. دي الداتا. كان الواي اللي هو البر كابتا للفارض يعني. والاكس 2 هو الريل ريتيل برايسو الشيكون. والاكس 3 هو الريل ريتيل برايسو بورك. والاكس 4 هو الريل ريتيل برايسو بيف. والاكس 5 كان الكمبوزة لكل السرعة البديلة للشيكون على بعضها. والاكس 6 كان الترنت. هنعمل ران الماضل مرة تانية خلاص الواي والدبندنت باريبل والستي اكسات اللي عندنا هم دول الاندبندنت و هنشوف مشكلة المالتكينياليتي موجودة ولا مش موجودة فعشان نعمل الكلام ده بروح هذه اناليز ريجريشن لينير يبقى اناليز ريجريشن لينير اروح اختار زي ما قلنا اول ده الواي اه و ده الاندبندنت و بقيت الاندبندنت دول الاندبندنت دول ستة اه طيب كمان اه اجي الستة يبقى انا عندي الواي هو متوسط نصيب الفرد من السلالة الدواجل والستة اللي قلنا عليهم من شوية تمام كده طيب تعالي نشوف بقى المالتقينياريتي هنكتشفها ازا فعشان نحسب المالتقينياريتي في عندنا ادي جوه استاتيستيكس اللي كنا بنحسبه قبل كده لو تفتكروا كنا بنحسب كونفز انتيربل اهي في عندك ادي البارت والبارش الكوريليشن اتكلمنا عنهم قبل كده خلاص في عندنا الكولينياريتي دياجنوستيكس اهي ادي الكولينياريتي دياجنوستيكس دي هيحسب ايه الكولينياريتي دياجنوستيكس دي اللي انا عايز هيحسب لي ايه هيحسب لي ويحسب لي ويحسب لي التالت حاجات دول بص كده ادي اهو في الديتيكشن تاني في المحاضرة انا بشوف هاو تو ديتيكت بعد عندنا الكونديشن انديكس وعندنا 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 التالتة دول مجرد بس ان انا علمت له هنا على الكولينياريتي دياجنوستيكس يحسب لك التالتة دول يحسب لك التالتة دول ديربن واتسون دي لسه هناخد دي اللي بتاعت يعني 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 ونشوف الدربن واصل في عندك هنا الدسكريبتب وعندها ويحسب لك بيحسب لك معك يبي يحسب لك الکورليشن بين الوا والاكسات وبين الاكسات وبعضها البعض دي لان انا يعني عايز اشوف الكوليشن لالا حتى بتاعت ان يبقى فيها high per wise correlation among the regressors بعد كده الاربعة دول هاته الاربعة دول بيطلعوا في الاسباسس فدول كافين جداً مش محتاج تعمل بقى الباقي يعني مش محتاج ان انا اروح ارسم الاكسات مع بعضها انت في الاول بترسمه متوان عشان تشوف شكل الموضل ايه يعني مواريك ازاي تكريت بقى الموضل من الاول هترسم الاسكتر دياجرام بين الاكسات اذا دي هتتعامل كمان بين الاكسات وبين الواي مع الاكسات الحلاصakat ان انت عايز تجربه في البروجيكت لنفسك يعني مجرد ايه اومدان weil هي الاندبندنت. وتطبق القاعدة بتاعة اللي هو اي العديد. لو لقيت واحد من الار سكوير ازا اعلم من الار سكوير يبقى انا عندي اه ان فيه مالتي كونيانيتي. ادي كل دي اه دي نص دي طرق ان انا بشوف فيها عندي مالتي كونيانيتي ولا اه ما عنديش. افهم الكلام نا? اه دي ايه. تمام? وكنا اعملنا قبل كده ازا ما شوفنا طبعا الانيستاندارايز بالاقي الفياس. وفي عندنا الالبي جميع شوفنا الانيستانداردايز بالاقي الفيديال بريديكشن والآن شوفنا الى الآن ابي كنا خيار كده خاص. كده شوفنا كل معالم Youtube.ward continue وباعد اوقي. انا مش يركز بها على الموضل انا ركز على حتة الملتيقينتي بص فأخت فده دي ديابلك المين والساندر ديجان لكل تمام? اذا اطبقلك بس ايه? موسع الفاريب شوية. اه دي اهو. عشان بكون على سطر كده اه. اه دي كده. واده الكورليشنز هو اللي قلتلك عليهم. تمام? ده الواي طبعا مع الاكسات. طبعا كل ما الواي مع الاكسات يبقى عالي كل ما يبقى احسن. لكن الاكسس مع بعضها البعض. هو المفروض يعني بس حتى. بس كده ده. ادي مثلا اكس وان. بس اكس وان مع اه اكس تو اكس سري. عالي هو. في مالت كونيارتي. يعني في مالت كونيارتي بروب. لان الفاريوب زي ما قلت. بطبيعتها في ارتباط بينهم. بس ده سيفير ولا مس سيفير. هنشوف الكلام. اه. بس بادي. في جدول الكوفيشنز. طلعلي ايه? بجدول كونيشن. طلعلي التولرانس. بس ادي الكونيارتي الديانوستيكس ادي التولرانس. ودي الف. وهتلاقي باقية الجدول التحت. هتلاقي فيه الايه? الكونيشن انديكس. بس كده الف. بس قيمه عاملة زي. اكتر من عشرة. اذا الموضل ده فيه مالت كونيارتي بروبن. يعني الموضل ده فيه مالت كونيارتي بروبن. الفي اي اف هوا. كل قيمه اكبر من عشرة. يعني كل فيه علاقات بينهم من بعضها البعض. بص هنا ايه? بالنسبة الاكس وان. الكونيشن مالوش في اي اف. بالنسبة الاكس وان. الفي اي اف بتاعتها بتساوي تلاتة اخمسين. الاكس و سبع عشرين. اكس ري اكس فور اكس فايف اكس سكس. اذا الموضل ده بيعاني من مشكلة مالت كونيارتي. لكن ليس سفير. سفير ما كانش هيطلع ليه? يعني مش مش بيرفكت. بيرفكت كان مش هيطلع على الموضل. والكونيشن انديكس. اهو. بقية الكونيارتي دياجونيستيكس. اهو. الكونيشن انديكس اهو. العمود ده. بص. اه. ابتداء من رقم خمسة عدة التلاتين ايه? اذا هما دول الاسباب بتوع المشكلة المالت كونيارتي. هما دول. اهو. لغاية اكس اربعة كانت الكونيشن انديكس مش اهل من التلاتين. ودايما بيقى متزايد كده يا جمعان. خلاص? فانت عندك هنا القيمة اعلى من التلاتين اهو. اذا في عندنا مشكلة مالت كونيارتي. يبقى الموضل ده فيه. اولا الفي اي اف اكبر عشر. يبقى عندي مشكلة مالت كونيارتي. الكونيشن انديكس اكتر من تلاتين. يبقى عندي مشكلة التوليرانس أقل من ال .1 وسكول لهم أقل من ال .1 إحنا اتفعنا أقل من ال .1 يبقى فيه أكبر من ال .1 يبقى فيه لأن التوليرانس هو المقلوب بس كده 1 على 53 يديك ال .019 1 على 27 يديك الرقم ده التوليرانس هو المقلوب بتاع فلو ده أكتر من 10 يبدأ أقل من ال .1 ده ماسماتيكس ريال فيه من كده الكلام ده إذن هنا وفقا لل .1 وفقا لل .1 وفقا لل .1 الموضل ده في .1 طيب حلاقة إيه لو مشينا على المبدأ بتاع دو ناسينجي بخلاص هنسيب الموضل ده على كده ونتقى الموضوع لو هنجرب الحاجات اللي قلنا عليهم انت طبعا ما عندكش أي علاقات الليبسات وبعضها البعض ما تعرفش أي حاجة خلاص الحاجة الوحيدة اللي ممكن تجربها هو الإيه هو الترانسفورميشن إن أنا أقسم على إكس من الإكسات تمام؟ أو أجيب الفيرس ديفرنس يعني أجيب الفيرس ديفرنس بدل الإيه ودخل الفيرس ديفرنس بدل القيم الأصلية في الموضل الفيرس ديفرنس هو ممكن نحسبها لك طبعا أوتوماتيك بس كده إيه الفيرس ديفرنس دي معنى إيه؟ برضو نفس الكلام بالنسبة الإكس وان الخيما دي نقص دي يديك الفيرس ديفرنس ودين قص دي ديفرنس ديفرنس ودين قص دي ديفرنس ديفرنس دي ديفرنس قص ايبقد دي نقص di ما تفود اللي بعدها واخد دي ودي نقص di وده وهكذا وانت ماشي كده وانت كل واحدة مواع Lumus اللي بعد اللي بعده دهница ديفبو سير ديفرنس وهكذا وانت ماشي تقدر بتحسب كل الكلام ده علي الفيرس ديفرنس فيبق ده جورا في صنبل الوحيد اللي تقدر تطقق ان أنا أحسب الفيرس ديفرنس ، واجيب الـ ريجعشن بين الفيرس ديفرنس وبعضها البعض مش القيم الأصل خلاص? او ان انا اقسم على واحد من الاكسس. يعني واحد من الاكسس. نقسم الديناتع عليها. وباستخدام الفنكشن اللي قمناها بكده بتاعة الكمبيوتر. ونعمل الموضل الجديد كعلاقة بين المتغرب دي وبعضها البعض. ده كده كل ما اتعلق بالمالتي كونيتي. حد عنده اي استبصار فيها يا ما? يبقى شوفنا ازاي ناكتشفها? والعلاقة. حد عنده اي استبصار? لا صحيح يا نكتر. هو ممكن مثلا الفي اي اي اف يطلع يقول ان فيه ملتي كنونيارتي والطولرنس يقول لا او العكس. ولو ينفع ولو بيحصل الكلام ده الاولوية المين فيهم? هو اولا عمره ما الكلام ده هيحصل ما بين التولرنس والفي اي اف. لان ده مقلوب ده. واحد منهم هو مقلوب التاني. ممكن يحصل بين الفي اي اي اف والطولرنس مع الكونديشن انترس. خلاص? دول لا يمكن. يعني بص ده اكتر من عشرة لازم دايب اقل من البوينت وان. اللي ده مقلوب ده. فدول عبرهم ما يختلف. دول عبرهم ما يختلف. ممكن يختلفوا مع الكونديشن انديكس. اه. مين الاقوى? الفي اي اف. ماشي جماعة? يعني ممكن يختلفوا الفي اي اف يختلف مع الكونديشن انديكس. في يختلف مع الكونديشن. ده يعتبر بالنسبة لها اكتبتبت اكتبت بك? ده التاني يعني زي ما انت شايف محتاج يما ما عندك بعلومات مسبقة عن العلاقات بين الليكسات وبعضها البعض عاملة ازاي خلاص? ودي مش عندين خلاص? او ان انا اعمل ان انا اجيب خلاص? واجيب العلاقات بين وبعضها البعض. فاي رأي من دول مفيش مشكلة طبق. عد عنده اي استفسار? عرفنا ازاي بجيب الحاجات اللي بتقسلي المالتونيوليتي بروبلم. شفنا الكورليشن ماتريكس. شفنا التولرانس. شفنا البي اي اف. شفنا الكونيشن اندرس. دول كفاية قوي. مش محتاجين بقيت اللي ايه? بقيت الحاجات. ده كان المشكلة الخاصة بالمالتونيوليتي. حد عنده ايه استفسار فيها? احنا فضل لنا كمان مشكلتين. برضو كل مشكلة اولا كيه هي وازاي تكتشفها على الاس باس اس. فهنفتح بقى المشكلة التانية اللي هي الهيترو سيد اسيستي. الهيترو سيد اسيستي دي اخطر شوية بقى من الايه? من المالتونيوليتي. او الشابتر اللي بعد اهو. برضو على نفس نمط الشابتر اللي فات. هنعرف يعني ايه هيترو سيد اسيستي? هنعرف ازاي نكتشفها. وازاي نعليجها لو كانت موجودة. والاسباب اللي تقدي الى الهيترو سيد اسيستي. ولو الماضل فيه هيترو سيد اسيستي ايه المشكلة? تمام? ده اللي هنعرفه دلوقتي. دلوقتي احنا دايما عندنا الدياتا. هكيين قلنا فيه نوعين من الدياتا. فيها حيث اسمها كروس سيكشن الدياتا. فيها حيث اسمها تايم سيريز. وفيه طبعا الكمبينيشن بين الاثنين اللي اسمها البول ده او البانل. الكروس سيكشن الدياتا جماعة دايما فيها مشكلة الهيترو سيد اسيستي. التايم سيريز ديتا دايما فيها مشكلة الاوتو كورليشن. بقى دايما كده الكروس سيكشن الدياتا بيبقى فيها مشكلة الهتروس الستيستي الTime Series Data فيها مشكلة الـ Auto Correlation المالتكنيارتي ممكن تبقى هنا أو هنا في الTime Series إيه متى تبقى موجودة لو كان الـ X's كلهم واخدين نفس التريند وفي الـ Cross-sectional Data بتبقى موجودة لو كان الـ Variables فيه بينهم في الواقع العام خلاص كده يبقى إذا انت مشكلة الهتروس الستيستي اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي عادة بتكون موجودة في الـ Cross-sectional Data المشكلة اللي هتكلم عنها بعد شوية بعد محلص ده اللي هي الـ Auto Correlation خلاص؟ دي دايما موجودة في الـ Time Series Data خلاص كده برضو هنا هنتكلم ايه هي مشكلة ايه هي الهتروس الستي الـ Natural بتاعتها الـ Consequences بتاعتها وازاي اديتكت الكلام ده وازاي نعلك برضو الـ Soft و الـ SPSS فيه Tools كتير هنشوفها ازاي بتتعمل عشان نعرف هي عندنا هتروس الستيستي ولا بات نشوف ايه ايه في فكرة بالهتروس الستيستي طبعا برضو من ضمن الـ Assumptions الخاصة بـ OLS ان هو بيفترض ان الـ Error Term اللي هو الـ U خلاص؟ الـ Variance بتاعه بيبقى Constance ده اللي هو احنا بنوه عليه Homosidastic Homosidastic يعني يعني الـ Variance تاع قيم الـ U اللي هو الـ Error Term بيتساورها من Constance في Sigma Square بالمقارنة بقيم X مش احنا قلنا لو تفتكروا كده كل X بينظرها اكتر من Y ده الـ Statistical Model او الـ Kinometrical Model الماثماتيكا الماضل كل X بينظرها Y واحدة لكن الواقع اللي هو الـ Statistical Model او الـ Kinometrical Model الكلام اللي قد في أول مقادرة خالص تمام ان كل X ديها اكتر من قيمة للـ Y وبالتالي كل X ديها اكتر من إيه من Residuals حسب قيمة الـ Y لان Residuals هي الفارئ بين الـ Y والـ Y طالما الـ X ديها اكتر من Y يبقى لها اكتر من Y يبقى لها اكتر من إيه اكتر من الرح اللي هو الـ Residuals فالمفروض الـ Residuals دي المناظرة لكل X الـ Variance يبقى constant يعني عند X1 بتساوي عشرة الـ Variance بتاع الـ Y بيساوي خمسة عند X2 بتساوي عشرين الـ Variance بتاع الـ Y بيساوي ستة الـ Variance بتاع الـ Y او الـ Residuals بتنبي ساوي عضرة الـ Variance بتاع الـ Y هو هو الـ Variance بتاع Residuals لازم تمام كده اذن ايدي ده ده الـ Homosidasticity الـ Homosidasticity ده شرط الـ OLS انه يبقى الـ Errors Homosidastic يعني ايه Homosidasticity يعني الـ Variance بتاعها constant تمام طيب عكسة الـ Heterosidasticity ان الـ Variance ما يبقىاش constant يبقى كلمة Homosidasticity عكسة Heterosidasticity الـ Heterosidasticity ده المشكلة الـ Homosidasticity ده ما يجب ان يكون بيمنى كده طيب بس كده بالرسم ادي نفترض علاقة بين الـ Saving والـ Income الـ Income هو الـ Ex والSaving هو ايه هو الـ Y بس كده قصاد كل اكس عادي اكس دي قيم اكس المختلفة انه بس هنا الـ Variance تعقيم Y حوالين الـ Regression line كلهم زي بعض الـ Variance تاها الـ Y حوالين الـ Regression line هو هو نفسه الـ Variance حوالين الـ Regression line هو هو باختلاف قيم X خلاص الـ Variance متساوي يبقى أنا عندي Homosidasticity يبقى كأن الـ Variance تاها الـ Residual بيساوي Sigma Square خمسة يعني الـ Variance تاها الـ Residual هنا بيساوي الخمسة الـ Variance تعاها الـ Residual هنا خمسة الـ Variance THERE هنا الـ Variability 셔 هنا هنا الـ Variance أقل comigo هنا الـ Variance أقل ث соз تمام هذه Regression line يبقى هنا الـ Variance تاها الـ coop حيبقى مختلف باختلاف قيمة X يعني كأنه function في قيمة X هي دي مشكلة الهيترو الهيترو 660 يبقى ده كده ده الشرط ده ما يجب أن يكون وده الهيترو 660 ده المشكلة اللي لازم تحلك يبقى معنى الهيترو 660 بيختلف باختلاف قيم X بيختلف باختلاف قيم X هذه معنى الكلام إيه الأسباب اللي تخلي الموضل يبقى فيه اترو ستاستيكس لو الداتة فيها أوتلايرز يعني لو الداتة بتعمل فيها أوتلايرز هتسبب عشان كده بنتخلص من الأوتلايرز الأوتلايرز لها طريقتين لتحدث يأما باستخدام الزي سكور خدنا في الاستاستيكس لو كانت قيمة الزي سكور أكبر من الثري بوينت أكبر من ثري لغاية ثري بوينت إيت بعد الثري بوينت إيت دي الأكستريم فلو كان الزي سكور أكبر من ثلاثة يبقى دي أوتلايرز يبقى دي لازم نحددها ونلغيها من الماضي يبقى دي أول حاجة بتسبب وجود الهيه وجود الهيترو ستاستيكس طيب تاني حاجة لو كان يعني ايه الكلام ده يعني لو كان مثلا العلاقة بين الواي والإكسات لينيار وانت عملتها نان لينيار الواي بيأثر فيها خمس إكسات وانت خدت ثلاثة بس يبقى ده هنا الماضي يقول عليه is not correctly specified correctly specified يعني function for ثم مزبوطة وعادد الفاريبز يكون مزبوط فلو انت عندك حاجة من دول انت العلاقة بين الواي والإكسات نان لينيار انت عملتها لينيار أو العكس حيسبب مشكلة انت العلاقة بين الواي بيأثر فيها خمس إكسات انت خدت منهم اثنين تلاتة ممكن يبقى عندك مشكلة الحاجة الثالثة اللي ممكن تسبب المشكلة دي طيب ممكن تقول حاجة موجودة بس ما فيش مشكلة عادي يعني ممكن ما عندك أوتلايرز بالموضل ما فيش هيتروس الدست بنقول هي دي الصورس اللي ممكن تسبب لكن ممكن ما يحصلش طيب ان يكون احد الإكسات فيه سكيونس عالي سكيونس أو سكيونس يعني مش سيماتريك هو مفروض ما يبقى سيماتريك يعني السيماتريك ده مش شرط ضروري خلاص لكن لو كانت ده الإكسات سيماتريك ده مؤشر ان مش يبقى عندك مشكلة هيتروس الدست لكن لو فيه سكيونس للأكسز ده ممكن يسبب مشكلة الهيتروس الدست الإنكوريك داتا ترانسفورميشن وانت بقى بتعالج الداتا بتجمع إكسات على بعضها بتطرح إكسات بتجيب الاسكوار بتعامل عملتها غلط فممكن يسبب المشكلة الفانكشن برضو نفسها يعني شكل الفانكشن نفسها ممكن تسبب ان ما عندك مشكلة هيتروس الدست بدال إيه السورس طيب احنا لو الموضل فيه هيتروس الدست من ناحية المشكلة على البيتاهات اللي انا هحسبها احنا قلنا اللغة اللي اس البيتاهات بتبقى بلو بست لينيار انبعز استيمتر طب لو فيه قلنا لو فيه مالتكون ياريتي هتتنقى بلو من ناحية السورس طب الهيتروس هل هتتنقى بلو لا هي هتتبقى لينيار وانبعز لكن مش بست يعني مش هيبقى لها المينمم فاريانس يبقى في حالة وجود الهيتروس دستي البرامتر اللي هي البيتاهات اللي هتتحسب هتبقى مازالت بست مش بست يبقى تبقى لينيار وانبعز هي كان متبست يعني لها ليه ليها المينمم فاريانس اللي هو الستاندرد ايرو يبقى أقل الستاندرد ايرو في الماجرس مش كل بيتا اللي يبقى لها جنبها الستاندرد ايرو الستاندرد ده ده اقل الستاندرد اللي هتحصل عليه لو انت استخدمت طرق اخرى غير اللي هو لس يعني في طرق تانية بتحسب البيتا برضه غير اللي هنستخدم لكن اللي هو لس قلنا هي افضل لان هي بلو لو في مازالت بلو لكن لو في هي هتبقى لينيار وانبعز لكن مش بست كلمة بست يعني لها minimum variance مش هي بقى لها minimum variance وبالتاني البديل لو كان فيه heteros system problem مش عارف حلقة بدل ما بستخدم الols بنستخدم حاسمها GLS GLS ده اختصار generalized list squares خلاص generalized list squares GLS في عرب موسيد استخدم ما جي إلس من صور طبعا الكلام لكن هي generalized list squares method ودي بره مجال موضوع يعني بره مجال الكورس بتاعنا خلاص كده يبقى احنا فهمنا كده لو كان الموضل فيه heteros system الموضل هيبقى مازال linear وunbiased أو parameters linear وunbiased لكن مش best ما لها minimum variance ممكن يبقى فيه مجرس تانية لها minimum variance عن الكرام طب البديل ايه بس بدل OLS الدفرنس ما بين OLS والGLS OLS ببساطة يعني مش لازم تبعارف ايه تفاصيل قط OLS بتدي weights الobservation اللي دخل ها في حساب الparameters the same world لكن GLS بتدي weights مختلف بتدي weights مختلف وبالتالي انا في OLS انا بمينيمايز sum squares error هنا لأ انا بمينيمايز weighted sum squares error والweight دائما بتساونا على sigma square i احنا قلنا sigma square ده الvariance هايبقى constant لو ما فيش heteros وهايبقى difference values عشان كيف سمناها sigma square i دي different value طبعا ده قصة وموضوع مش موضوع ما طب ايه ده من ناحية theoretical اتفاقنا ان الparameter زي البيتاهات هتبقى linear وunbiased لكن مش best يعني ملهاش minimum variance ده theoretical ايه تأثير الهيتروس على الماضل تأثيرها ان الانوفا والتي تست هيبقى incorrect يعني الريزلس تاعت الانوفا والتي تست مش هتم مزبوط يعني ممكن الانوفا تولي الماضل significant هو في الواقع insignificant او العكس صحير التي تست تولي الـ x1 significant وفي الواقع insignificant الـ x2 تولي insignificant وفي الواقع وبالتالي بقى الريزلس تاعت الانوفا والتي تست في وجود الهيتروس الدي مش هتم مزبوط يبقى ده من ناحة الـ practically الهيتروس الدي يسبب ان فيه اخطاء في الانوفا فيه اخطاء في التي تست وبالتالي الكونكولوجين اللي انت هتطلع به ان الماضل significant ولا لا وان الـ x2 significant ولا لا هيبقى conclusion خاطئ مش مزبوط تمام كده ادي بعرفنا ايه هي المشكلة وايه هي اسفل طب ازاي تكتشف ان فيه هيتروس الدي ولا لا فيه عندنا تستين فيه عندنا informal وده بالgraph وده هتطلعه لك الاس وده وفي formal دي تستات وده مش موجودة في الاس فاحنا هنأكتفي بالinformal test ده graphical method في graphical method انا برسمي بص جد بنحط على x axis y hat وده هن لاش بيرسم اوتوماتيك بيعلم كده اختيار اعلم عليه هيرسم بحط على x axis y hat وعلى y axis بحط u hat square اللي هي residuals square او residuals خلاص يعني اما بحط هنا y hat وهنا residuals او residuals square residuals square عشان يلغي negative وبالتالي يبقى curve بداية من الصفر لكن لو u hat من غير square هي curve هنا في negative negative تحت كده تخطه بدء من تحت كده في جزء بسط فوق وجزء negative تحت فانت عندك option don ممكن تقسم موجود الكلام ده الاس basis بتبص قريبانا u hat ونبص على المنظر بتاع النقط الثلانت الشكل الوحيد اللي بيقول مفيش heteros problem هو ده يعني الراق الراق رقم اي ده لو طرعلك بالمنظر ده ان النقط كده scattered اهو بالمنظر ده طبعا لو رسمنا u hat من غير السكوار هيبقى around zero line هيبقى النقط دي حولين الصفر حولين الخط ده ان الخط ده هي هيمتد تحت شوية تمام وده هيبقى في النص كده وهيبقى النقط دي حولين الهي حولين zero line ده لو كان scattered random حولين zero line او horizontal بالشكل ده يعني تقدر تقول ان هومو statistic لكن اي شكل من الاشكال دي ده معناه ان انا عندي لو لقيت واخد المنظر ده او المنظر ده او المنظر ده او اي شكل اشكال غير ده ده معناه ان في heteros statistic problem فيهم لكده يا جمع يبقى هنا figure ايه الوحيد الكلام مشروح طالما اقوله figure ايه هو الوحيد اللي بيقول no systematic pattern between two variables اللي هما y hat و a residual or residual squares وده معناه heteros يبقى انا هخلي الاسم يرسل الراسق دي وبص عليه ده وانت بتعمل regression بالمرة يعني وانت بتعمل regression بالمرة بعمل كل كند زي ما عملنا المال برضو هتعمل الهترو واتعمل ال auto correlation وال نورماريتي ده احنا اخترناهم المرة الفين فين القصة دي جمع رسمة بسيطة وسان على ال y hat على y axis يام residuals يام standardized residuals يام residuals square يبقى يام residuals او standardized residuals كل ده بيدي نفس المعلم او residuals square دي اشكل او يام كده الكلام جما او نحن ممكن نرسم ال residuals مع ال x يعني هنا بص هنا على y hat وعلى y axis يام u hat او y hat square او standardized residuals ممكن بدل الكلام ده نحط على x axis كل x بقى خلاص مع u hat square او u hat او standardized residuals برضو ده الشكل الوحيد اللي بيقول مفيش multiple problem وبقية الاشكال sorry heteros system problem يبقى ده الشكل الوحيد اللي بيقول no heteros system problem وبقية الاشكال بتقول ان عندك heteros system problem دول اللي informal test informal test دول مش موجودين في الاسم الساسي لكن يكون دي عسامي ناس هوا عاملين test تمام فيها h note و h1 خلاص يبقى h note انه no heteros system problem و h1 انه فيه heteros system problem وبطبق التست وتشوف السيجنف كنس level اهل من 5% ولا اهل من 5% وتطبق الروب دي كل الناس انا مش هناخده احنا هنكتفي بالgraphs دي اللي هو الاسم اسم بيطلعها لك automatic تعلم عليها تطلعها يبقى بحط ال y hat على x axis وعلى y axis بنحط y hat او y hat square او standard residences تمام او بدل y hat بس ال x هتعمل كل x ال y اسهل لانه مرة واحدة لانه انت عندك y واحدة في الماضل مضبوط y hat واحدة في الماضل لكن عندنا كام x في الماضل حسب بقى انت عامل والاتنين بيقدوا نفس الغرض على فكرة فعشان كده احنا بنكتفي بدي بنكتفي بالرسمة دي اللي هي y hat على x axis وعلى y axis بنحط u تمام ممكن مع هي هي بتدي نفس الغالب وبلاش موضوع ال x ان ال x هتعمل كزا مرة يبقى دي عيفنا ازاي نعمل detection لكلام ده طب لقينا المشكلة موجود يعني لو لقيت الرسمة واخد احد لقي الاشكال دول خلاص يبقى عندنا هترو هنعليج ازاي ادي هاي دي ال اول حاج ممكن انها ناسم ال كله على واحد من يعني نأجه اسمين ال y وال x 1 وال x 2 وال x 3 على x او ناسم كل الموديل على x 1 او ناسم كل الموديل على x 2 او ناسم كل الموديل على x 3 والقيام الجديدة هي اللي هتجيب عليها دي الموديل طبعا اللي انت اسمت عليه ده خلاص بيتلغي لما تاسم المتغير نفس بيطلع واحد واحد ده كونس مش يخش الموديل ببنى الفكرة يبقى اول طريقة للترانسفورميشن هو ان انا اسم كل الفاريبز اللي عندي في الموديل على واحد من ال x على واحد من ال a من ال x اه بروح استخدم الفانشن اللي اسم ه ناسم ال y على x وناسم ال x خلاص وتاسم x 2 على x 1 x 1 و x 5 على x 1 وجرب ما تحليتش تجرب x 2 ما تحليتش تجرب x 3 شكرا بنقعد نعمل سيناريوز يعمل بدي اول ايه اول الترانسفورميشن الترانسفورميشن التاني بدل ما تيسمع ال واحد من ال a x لا يسمع ال square root بتاع واحد من x يعني ال square root على x 1 او square root على x 2 او square root على x 3 وهكذا كل دي طرق بتعالج الحاجة التالتة بدل ما نيسمع على واحد من ال a x لا يسمع الموضل على ال y hat ما انت حسبت ال y عندك موجودة already وال y hat احنا حسبناها اللي بيطلع قلب مع ال data اسمه predicted value نيسم كل ال variable بتاعتي على ال y hat دي يعني يسم ال y على ال y hat وال x 1 على ال y hat وال x 2 على ال y hat يسمع كله على ال y hat ممكن انت حلالك مشكلة ال heterocyst system طيب ممكن ان انا استخدم ال log transformation لكل independent variable و independent variable يعني بدل ما تطبق الموضل على ال y وال x لا تطبق على ال log بتاع ال y وال log بتاع ال x يعني نروح هات ال log بتاع ال y وال log بتاع كل ال x وهم هدول هبقوا ال variables تعتقل الجديد وهي دي اللي هتقاش في الماضي الطريقة الاخيرة دي عادة هي افضل الطريقة الاخيرة دي عادة بتكون احسن لكن مش شرط يعني مش دائما يعني لكن غالبا في معظم الاحيان ال log transformation بيحللي مشاكل كتير لي لان دي ساعد تحللك ال heterocyst وال وت وحتى لو في مشكلة في النرمال يعني دي السحر اللي ممكن يحللك كل المشاكل الموجودة في الماضي لكن ما فيش حاجة مضمونة زي ما اتفعل كل دي طرق من شأنها انها بتقلل ال heterocyst اللي موجود في النرمال يبقى فهمنا كده ازاي نعالج ال heterocyst يبقى عند اكتشاف المشكلة بطريقة طريقة واحد اللي هي ال graph وحل المشكلة كلها بال transformation كل transformation دي تنفع عقل خلاص لكن واحد مثلا عنده data فعلي تلاقي اللي ميشي معاه هي رقم 3 واحد ثاني عنده data مشت معها رقم 2 واحد ثالث رقم 4 واحد كده يعني مش دازم كله هي الطريقة الأخيرة لا فانجر وشكده ما بنصارش الافضل من اول تكت زرار خلاص فانتوا طبعا شغالين في البراجيكت عملته الماضي وكمان ابدأ بقى بص على المشاكل هتعمل له رن ثانية باختيار المشاكل النتاج ما بتتغير ش يعني اللي انت حسابته الرسكوير والكوفيشن وكلام ده ما بتغير هو هو بس بيظهر لك حاجات جديدة بتاعت المشاكل الجديدة حد عنده اي استفسار في هارجع على المشكلة دي بنعملها ازاي هي الرسمة اهو نرجع على الاس باس اس اهو تعالي نرجع كده على تاني يبقى الانالايز 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 التاني على الفكرة بتعبير هو مرة واحد مش هترجع تاني بعد مرجع اخش على الانالايز الانالايز لأ كله مرة واحد اه هتلاقي كل الابشنز اختفطها قبل كده موجودة تمام فبس اللي علي ايه بزود حاجات فبس كده الهيتروس موجودة فين احنا قلنا راس بلاتس ففيه عندك البيلاتس دي لو تفتكروا في البيلاتس دي كنا اختارنا بكده الهيستو جرام والنormality probability بلاتس دول عشان نشوف هل الريزيدول نورمال ولا نورمال هل الريزيدول نورمال ولا نورمال طيب احنا عشان نرسم الكلام ده احنا قلنا بنحط على x-axis دول two-axis هم بنحط على x-axis ايه اعريدك ثاني ال y-hat او دي ال y-hat اللي هي the predicted value او ال standardized value تمام ونحط على y-axis u-hat اللي هي residuals او u-hat square او standardized residuals او ال x و u-hat ال x-ax على x-ax نحط بقى مرة x-one مرة x-two مرة x-three مرة x-four برضو هو بيعمل automatic ونحط على y-axis u ال y-hat يعني residuals او square او standardized residuals نشو ايه المتاح عندنا في الشاشة دي المتاح في الشاشة دي مسكد على x-ax عندك z predicted value z يعني standardized y-hat اهي دي هي دي اللي احطها ال x-ax اه طب اللي على y axis only residuals او standardized residuals او residuals square اللي موجود هنا عندي مين z residuals و standardized residuals عندي واحدة من لو انت عايز بقى البقية بقى انت هتروح تحسب residuals square وتروح ترسمها عادي بقى وعلى y-axis y-hat square او y-hat نفسها لو انت باش عايز بقى رزيق اللي هي standardized وبيطلع نفس الشكل على فكرة هو هو نفس الشكل ما بيطغيرش فدي عادي موجود فاخدنا في الموجود يبقى انا حطيت z predicted value ده اللي هي y-hat بس standardized عارفين يعني يعني standardized يعني بيشهد من كل قيمة average ويسمع standard زد بتساوي x ناقص الميو over segment ال x ليه value الميو اللي هو المين السيجمال ليه standard vision يبقى كل قيمة بيشهد منها average يطلع standardized value اسمها z دائما وهنا فيه all partial plots اللي هو بقى يحط لك مين ال except مرة x1 مع residual مرة x2 مع residual اللي هو اللي هي الرسمة كانت رقم اتنين دي اللي احنا قلنا دي كزا واحدة هي اللي التانية بتغني لكن بالمرة طالما موجودة مش هنبزل مجهود تعلم عليها وخلاص هتطلع عليها اللي هي دي بس مع اكسيات مختلفة y خط برضو على standard res بيمن كده يبقى دي بس حتة من هنا هقولها كمان مرة هقفل بخش على تمام بختار هنا على x axis تمام بختار z predicted value احو وعلى y axis بختار z residu اللي هو u head ولي y head بس standardized وبعلم على produce all partial plots عشان يطلع لل axis مع residu ودول اللي هم بتطلع normality بتطلع residu كل دي بتعمله مرة واحدة مع ال مع linearity بس انا بوريك حتة حتة اشتبع عارف بس ازاي هقول continue واقول اوكي هنبصوا على ال هتلاقي تحت طبعا كل ال او طلع هي هي تاني ماناش دعو بها انا هنزل تحت خالص على ال هتاعتي اللي انا اعايز اه 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 ده هاي ده ال هوا بتاع normality ودي normal والنقط واع على line ده normal brut plot ده الونية ده الرسم بتاعي اللي انا عايز اه بس كده ده البارشل بلات او اجاب البارشل الاول الاول ع ده الاول الرسمة في الهاتروس الساحي بس كده حطي الايه على ال ال بس وهنا ال ال بس بس ايه ال بس كده لاحظ هنا مش طالما ما حطيتش يو سكوير هيبقى زيرو في النص لكن لو يو سكوير كان الزيرو هيبقى هنا عند ال اكس اكس بس عشان احتفانا ان يو قيم سالبة قيم موجبة وصفر الزيرو هو الافرش بتاعه فانت هتبص هنا على الزيرو لائن بتاعك او او شايفين اللاين ده بص كده على النقط اذا معنا كده ما يعني الرسمة دي منطبقة زي الرسمة رقم ايه اللي هن عليها بس هنا دي هتبقى حاولين الزيرو عشان هنا هو رسم خلاص لما ترسم هيبقى الزيرو هنا يبقى النقط دي حاولين الصفر يعني النقط دي هتنزل حاولين الصفر اذن الرسمة اللي طالع اربحية منها رقم ايه رقم ايه اللي هو مافيش هترس ما ترعيش الى دا ولا دا ولا دا خلاص اه دي هوا حاولين الزير لو انت هنا كنت ترسم بقى النقط دي هتبقى حاولين الى عند هنا تحت يعني الصفر هيبقى هنا تحت والنقط هتبقى في مكان في النصر بحد عايز يسأل اي سؤال في الحكة دي يبقى هنا الرسمة خلاص يبقى معنى كده ودي كافية يعني دي كافية عندها انت لو لقيت مشكلة انت لو لقيت وعايز تعرف مين سببها تبص على البارش البلد البارش اللي بيعمل هيحط لك كل اكس اه هاي دي كل اكس اه ده الريل دي سبوسبل انكم بركابيتا مع البركابيتا كونسوبشن اوبجيكت مع الواي نفسها يعني الواي مع الاكس دي عشان تعرف ايه السبب مشكلة الهي هل هي اكس وان 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 برضه هنا واضح ان القيمة ما لاهش اي تريند تمام واذ الفاريب اللي لكن هنا ده لو كان في مشكلة لو لدينا في مشكلة كان ايه بس ما بعدها احا بص كده الريل ريتيل برايس مع برضو ايه الواي ده الواي وده بس الواي يعني لو لاحظ كده ان القيم دي ودي نفس الكلام عشان كده تلاقي ايه الزير في النصة لكن القيم الفعلية كانت الاف قيم الفعلية كانت الاف فهو بحاول الستندردايز عشان يقلل القيم وهنا نفس القصة دي كده راندم ليه اهي ودي برضو راندم المتكومة في النقطة دي هاي وعلينا ادي الواي ودي النقط حوالين الواي مش بعد تريند معين دي قد يكون فيها ايه تريند الى حد ما دي فيها تريند واضح خلاص دي كده طبعا دي ده التريند فلازم يطلع كده فدي بقى لقى لهم امتى لو لقيت الرسمة دي اذا الرسمة اللوني هي الاساس بتاع لو لقيت الرسمة دي بتقول ان فيه مالت كنير فيه هيترو ستاستيستي بروبلم على طول تبوصل بقيت بالجرابس لكن دي كده ايه كافي بالنسبة لي اه ان انا ما عنديش هيترو ستاستيستي بروبلم فيه من كده يا جماعة فالرسمة دي كافية جدا انها بتحكم على وجود المشكلة من عدم عد عنده اي استفسار في الهيترو ستاستي لو المشكلة بقى موجودة تبدأ تعمل ترانسفورميشن ترانسفورميشن ازاي زي ما قلت باستخدام الفونشن اللي اسمها كومبيوت هتروح تحسب اللج او دائما في الإكنوماتريكس يفضل اللن عن اللج بس خلي بالك اللج او اللن ترانسفورميشن لازم الداتا بتاعتك مباشر فيها لا نيجاتيب ولا زيرو يعني لو انت عندك الداتا بطبيعيطها فيها نيجاتيب وزيرو ما نفعش تطبق اللين او اللج بتشوف حاجة تانية من الاربع حاجات اللي هن اللي هن عليهم عند عنده اي استفسار في موضوع الهيترو تمام كده يا جماعة طيب هناخد بريك يعني الساعة دلوقتي واحدة تحبوا بريك قد نصف ساعة ولا ساعة انا كده هيبفضلي مثلا ايه كمان ساعة ونص مثلا بعد بريك وخلاص زي ما شايفين انا بركز على ايه هي المشكلة انك تشوف هزاي نعليج هزاي حد عنده اي استفسار قبل ناخد بريك استفسار بسيط لو اهم كان يعني معادي التسليم حضرتك هيبقى ايه الاخي اللي هنقبلاي فيه كل حاجة ما نخلص بقى فياخر المحاضرة هنتكلم ايه شوف بني خلي كده ماشا حد عنده اي استفسار يا جماعة في اللي انا طيب ناخد بريك هنقبت ساعة اللي رابع كده خمسة واربعين دقيقة وبعدين نرجع نكمل هنفضل لنا مشكلة واحدة صغيرة هكلمك جنرال على والكامير واللي عنده بقى استفسار في ونتفع على معاد التسليم وممكن حتى نتفع على مرة تانية نتقابل فيها للي عنده اي استفسارات في البروجيكت او تحطوا اسئلتكم على الجروب بتاع الواتساب واحد معكم معاد كده الساعة كده واللي حاجة في اي وقت بالليل بعد الترويح نجاوب على الاسئلة بتاعتكم يارينا نشوفك على الخير بعد خمسة واربعين دقيقة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة